موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين أما بعد فمبارك لكم أيها المسلمون الشهر الفضيل الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر جعل الله فيه أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ويثاب عليها ثوابا لا حدود له إنه الصيام الركن الرابع للإسلام ففضلا عن كونه واجبا شرعيا يجب الإتيان به فهو مدرسة صحية وتربوية أخلاقية مبنية على الصبر ومخالفة النفس وكسر الشهوات والإحسان إلى الفقراء والمساكين ومواساتهم شهر فيه تطهير النفوس والانشغال بلذة العبادة شهر يوصل المسلم إلى التقوى لما بينهما من ترابط وثيق قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وفي هذا إشارة واضحة أن من أعظم مقاصد الصيام تحقيق التقوى وهي أن تكون مع الله في السر والعلن فتطيعه ولا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره وأن تذكره فلا تنساه ولأهمية التقوى وفضلها ترى المسلم يدفعه سلوكه إلى كل سبيل يوصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى ومن هذه السبل صيام رمضان إيمانا واحتسابا فبتقوى الله تزدهر المجتمعات فتختفي الأخطار وتنحسر المنزلقات إلى المعاصي والآثام وينحسر عدوان بعضنا على بعض وبالتقوى ينعدم أخذ مال أحدكم بغير وجه حق وبالتقوى لا يظلم المسلم أخاه وهذا رمضان أقبل عليكم فاغتنموه بتقوى الله فالصيام عبادة خفية بين العبد وربه وهذه الميزة العظيمة في الصيام تحيي في النفوس المراقبة الذاتية فيمكن للشخص أن يرتقي إلى أعلى مراتب التقوى ليكسب الجنان برضى الرحمن فإذا تحققت التقوى في هذا الشهر الكريم ستنال أيها المسلم الجائزة الكبرى التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فالله تعالى يتولى جزاء الصائم بنفسه وفي ذلك إشارة إلى عظم ثواب الأجر وأنه فوق الجزاء المضعف إلى سبعمائة ضعف وسبب اختصاص الصوم بهذا الفضل لأن الصيام لا يقع فيه الرياء كما في العبادات الأخرى ولأنه أحب العبادات إلى الله تعالى وإضافته لله تعالى إضافة تشريف وتعظيم لهذه الطاعة لذلك لا بد للمسلم أن يحرص على إتمام هذه العبادة على أكمل وأتم وجهه فلأهميتها أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها وكررها لأبي أمامة رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له فإنه لا مثل له ليؤكد على أنه لا مثل له في إصلاح القلوب وزكاة النفوس ولا مثل له في رفع الدرجات وتكفير السيئات ولا مثل له في وجود الرحمة بين المسلمين والشعور بهم ولا مثل له في تربية النفوس وإصلاح المجتمعات والتساوي بين الناس ولا مثل له في إصلاح الأبدان وحفظ عافيتها وبقاء صحتها وهذه هي عين التقوى لذلك الحذر الحذر أيها المسلمون من ضياع صيامكم بالغيبة والنميمة وارتكاب ما نهى الله تعالى عنه فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لما ورد في الأثر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لأنه لم يحقق المقصود بارتكاب النواهي والمحرمات فانتفت عنه صفة التقوى فضاع الخير كله لأن في تقوى الله من جات من كل هلكة وعصمة من كل ضلالة وبتقوى الله فاز الفائزون وظافر الراغبون ونجى الهاربون وأدرك الطالبون وبتركها خسر المبطلون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراء جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين وأدخلنا برحمته في عباده الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته